اشتركوا في القناة اللهم أمين رب العالمين السلام على الحسين السلام على علي بن حسين السلام على ولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين نعزي الأمة الإسلامية جمعاء وعلى رأسها مراجع الدين العظام ونعزي المؤمنين الكافة بمصاب استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام أنا في الواقع لعله في حلقات سابقة بينتم وقفاً لإمامنا الحسين عليه السلام مع الحر والألف فارس الذين جاءوا معه وجعجعوا بإمامنا الحسين عليه السلام وذكرت أنه جعجعوا أي حاطوا بإمامنا الحسين ومن كان معه وحاولوا بينه بين المجيء الكوفة أو الرجوع إلى المكان الذي جاء منه إمامنا الحسين عليه السلام وبينت بأنه إمامنا الحسين عليه السلام قد أمر أصحابه بين يسقوهم ويروهم ويرشف الخير ترشيفا ثم أنهم سقوهم عن آخرهم ورشفوا الخيوة الترشيفة أيضا سقوا الخيل بأجمعها وأريد أن أبين في الواقع هنا كان موقف الإمام الحسين عليه السلام مع أحدهم بحيث أن إمام الحسين عليه السلام بيده الشريفة سقاه الماء ثم أنه وجه له كلام بأنخ السقاء أو أخنث السقاء يا أخي أي ضيق فوهة السقاء ثم أنه لم يفهم ماذا أراد الإمام الإمام الحسين عليه السلام ترجل ثم بيده الشريفة مسك فوهة السقاء ثم أخذه السقاء أنا في الواقع أريد أن أرجع بالتاريخ إلى الوراء وأبين هذه الصفة الجليلة العظيمة التي اتصف بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وبماذا اتصف أعدائهم بالصفة الدنيئة وهي من أعدائهم من الماء طبعا قطعا بنوا مية أعدائهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا شك ولا ريب فأريد أن أرجع بالتاريخ إلى جدهم عبد المطلب وإلى موقف إمامنا علي من أبي طالب ليبين حقيقة خصة هؤلاء القوم الذين كان لهم موقف دائما يعني كان طباع عنهم بأنهم يمنعون أعدائهم من الماء طبعا أريد أن أرجع بوفق كتاب الشيخ الفاضل منية الراغبين في زيارة مع المحسنين عليه السلام وأخي أبل فضل عباس عليه السلام طبعا هذا الأمر بإذن الله تعالى سيكون مقدمة لتوصيف المولى العباس عليه السلام بالسقر قال الماء بين بني هاشم وبني أمية على مر التاريخ قال بين بني هاشم في بذلهم وبين بني أمية في منعهم يحدثنا التاريخ عن مواقف كانت فيها صفات كل من الفريقين متكررة في البذل والكرم من جانب واللوم والخصة والنذالة من جانب آخر فقد أقرت الإنسانية جمع هسا بدأ يبين بأنه بأصل الصفات الإنسانية بفطلة الإنسانية فقد أقرت الإنسانية جمع على أن الماء بما أنه من أهم قومات الحياة فهو لا يمنع أن أحد مهما بلغت العدوة بين الناس التفتأول هذه عبارة أيها الأخوة فإنه أي الماء فهو لا يمنع أن أحد مهما بلغت العدوة بين الناس فإن منعه من أخص الصفات المرء ولذا كان ذلك مدعاة لمنقصة الشخص الذي يفعل ذلك بل دلت الآيات والروايات على ذلك أيضا وكما نعلم أن دين الإسلامي هو دين الفطرة فهو داما يدعم ما تحكم به الفطرة ويقويه فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجعلنا من الماء كل شيء حين وعن نبي جعفر الباقر عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة ومن سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله تفتوا أخوة لها حديث إمام الباقر عليه السلام وعن نبي جعفر الباقر عليه السلام إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرة ومن سقى كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله وقال من سقى مؤمنا شربة من ماء فكأنما أعتقى عشر رقاب المولد إسماعي وقال لإمام الصادق عليه السلام أفضل الصدقة إبراد كبد حرة طبعا إمامنا يبين في هذا طبعا المصدر تهذيب الحكام للشيخ الطوسي وكافي للشيخ الكوليني ثم وقال لإمام الصادق عليه السلام أفضل الصدقة إبراد كبد حرة وأفضل الصدقة في حديث آخر وأفضل الصدقة صدقة الماء وأفضل الصدقة صدقة الماء وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سقيوا الماء في جواب السال أي صدق أفضل أجابه سقيوا الماء وقال من سقى مؤمن على عطش سقاه الله من الرحيق المختوم ولكن تميز بن أمية بشكل غريب بحرمان أعدائهم من الماء حتى صار ذلك سمى لهم جيلا بعد جيل وفي المقابل كان بنه هاشم عنوان الشرف والكرامة والرفعة في مقابلتهم بالكرم والتنزع عن ذلك حتى قال الشاعر يصف حالهم مع دائم بني أمية ملكنا فكان العفو منا سجية ولما ملكتم سالة بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارة وطالما كنا عن الأسرى نعفو ونصفحو فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل عنان بالذي فيه ينضحوا قال طبعا الشيخ الفاضل ونحن نجمل هنا عدة شواهد في نقاط قال عندما حفر عبد المطلب يعني الشيخ المؤلف أرجعني لا جد النبي الأكرم ولا جد إمام العلمي المطلب عبد المطلب عندما حفر عبد المطلب إرزمزم وخاصمته قريش فيه ذكر ابن الأثير أنهم ارتحلوا إلى كاهنة بني سعد بن هذين وكانت بمشارف الشام حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فنيماء عبد المطلب وأصحابه فضمئوه حتى أيقنوا بالهلكة فطلبوا الماء ممن معهم من قريش فلم يسقوهم المصدر في رواية اليعقوب الحادثة فاستسقى القيسيين من فضل مائم فأوبوا يسقوهم وقالوا والله لا نسقيكم طيب ثم أن عبد المطلب قال لأصحاب والله أن إلقاءنا بأيدينا هذا كذل الموت لا نضرب في الأرض ونبتغي لأنفسنا لعدز أيهلك عشرة من قريش ونا حي لا أطلبن لهم الماء حتى ينقطع خيط عنقي وأبلي عذرا طبعا هذا هو رواية العقوب وفي رواية العقوب فركب راحلته وأخذ الفلاتة فبين ما هو فيها فبين هو فيها إذ بركت راحلته وبصر به القوم فقالوا هلك عبد المطلب فقال قريشون كلا والله لو أكرم على الله من أن يهلكه وإنما مضى لصلة الرحم أرجع إلى المصدر أو أرجع إلى الرواية ثم أن عبد المطلب قال لأصحابه والله أن إلقاءنا بأيدينا هكذا الموت لا نضرب في الأرض ونبتغي لأنفسنا لعز أن يهلك عشرة من القريش وناحي لا أطلبان لهم الماء حتى ينقطع خيط عنقي وأبلي عذرا تفتوا عليه أخوة جد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم وجد إمامنا علمي عبد المطلب انظروا كيف يريد أن يسقي من كان معه في السفر بالماء وكيف كان يطلبه بأي طريقة عبر عن ذلك فارتحلوا ومن معه من قبال القريش فارتحلوا من معه من قبال القريش ينظرون عليهم ثم ركب عبد المطلب فلما انبعثت به راحلته انفجرت من تحته عين عذبة من ماء فكبر وكبر أصحابه وشربوا ملؤوا أسقيتهم ثم دعا القبال المقريش فقالوا هلموا إلى الماء فقد سقان الله فانتهوا إليه وراحلته وتفحص بكركرتها على مان عذب روي قد ساح على ظهر الأرض فلما رأى القيسيون ذلك أهرقوا أسقيتهم لما رأوا هذا الماء أهرقوا أسقيتهم أي كانت يم مملؤ ماء ولكن أهرقوا أي فرغوهم وأقبلوا ليأخذوا من الماء فقال أصحابه القريشيون لا نسقيهم لأنهم لم يسقونا كلا والله ألستم الذين منعتمون فضل مائكم فلم يسمع منهم عبد المطلب لم يسمع منهم وقال نحن إذن مثلهم إذا فعلنا هذا أمر إذن نحن مثلهم فقال خلوا القومة فإن الماء لا يمنع فجاءوا لك القريشيون فشربوا وملؤوا أسقيتهم وقالوا قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبدا أن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات هو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقيتك راشدا فقال القيسيون هذا رجل شريف سيد نعم هذه هي أخلاق أهل البيت عليهم أفضل صلاة والسلام وأخلاق أجدادهم كما تجسدت في جدهم عبد المطلب والسلام الله عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن نسير بهداء أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ونسأله سبحانه وتعالى لا يخرج من هذا الدنيا إلا قوى قد تمسكنا بولايتهم حق التمسك ونسأله سبحانه وتعالى لزقنا زيادة إمام الحسين عليه السلام في الدنيا والشفاعة والآخرة أنه نعم المولى ونعم المجيب اللهم صلى على محمد وعلم موسيقى 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 موسيقى